التقى الفريق محمد فريد رئيس اركاني حرب القوات المسلحة الفريق اول برايم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البورندي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وذلك على هامش الاجتماع الاول للجنة العسكرية المصرية البورندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتناول اللقاء سبل دعم اوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكل من مصر وبروندي في العديد من المجالات واعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الاوضاع الراهنة ونعكاستها على الساحة الاقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري كما قام الرئيس اركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي بالتوقيع على بروتوكول تعاون عسكري مشترك والذي يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين تأكيدا على توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكل الجانبين حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة